يا مساء الخير والحب والسعادة على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا في برنامجنا يحكى أنا على شاشة القناة الأولى بكون معاكم رانيا السيد كل يوم حد بتبحثوني جدا من أسبوع لأسبوع لسا مكملين معاكم رحلتنا في دنيا الكتب وفي عالم الروايات يمكن نشوف نفسنا في سطر يمكن نقرأ جملة بتقول حاجة جوانا أو حاجة احنا بنحس بيها يمكن نشوف معنا مش عارفين نوصفه أو مش عارفين نعبر عنه نعرف إيه سببه من خلال كتاب وكل ما كانت الرواية في أحداثها وفي أشخاصها بتعبر عننا أو شبهنا أو شبه علاقتنا أو شبه مشاعرنا كل ما كانت بتبقى قريبة مننا وبتسيب علامة جوانا ويمكن بتفيدنا وبتعلمنا حاجة مهمة جدا النهاردة معانا الحقيقة الرواية بتعبر عن بنات كتير البنت اللي بتحب قوي البنت اللي بتحط في حبيبها مكانة عالية قوي بس للأسف الحبيب ده دايما بيغزلها الحبيب ده دايما بيطلع شخصية توكسك أو شخصية سامة زي ما بنقول عليها بيكون حبيب بيجرح بيكون حبيب بيوجع بيكون حبيب بيهز شخصية البنت اللي بيحبها وأعتقد أن ده ما بيكونش حبيب أعتقد أن ده بيكون مريض أكتر من إنه حبيب معانا النهاردة رواية خدعت الفلامانجو للكاتبة الشابة نهلة قرر الحقيقة أن الرواية دي تم اختيارها ضمن القائمة الطويلة لجيزة كتارة للرواية العربية والحقيقة هي رواية مختلفة جدا بنتمنى لها كل التوفيق هنعرف بالتفصيل من نهلة إيه حكاية بطلة الرواية وإيه علاقتها بطائر الفلامانجو ترجمة نانسي قنقر